قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمشاركة في إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بر أمانة والتي تمت بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وسندوق تحية مصر بتعاون مع الهيئة العامة لتنمية التروى السمكية جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية جاءت لدعم صغار الصيادين وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه المشروعات المهمة التي تحقق الأمنة الغدائية لمصر